السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البطني قبل ما بدأوا الفيديو تانات عنها اليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله علي أفضل الصلوات اليوم إن شاء الله سنشارك معكم صندويت شات صيفية سهلة سريعة في التحذير بعجينة قطنية وحشوة بزاف بنينا أيضا كما قلت لكم هذه الوصفات تقدروا تديروها كل مجال أطفالكم مع الدخول المدرسي تقدروا أيضا تهبطوها معكم اللبحار تقدروا تديروها العائلة تعاكم في البيت كما تحبوا وبالنسبة للحشو لكم الاختيار تحبوا تحشوها كما حشيتها أنا سنو تغيروا وش موجود عندكم في الظهر خليكم عالوصة مشاهدة متى على الجامعة نبدأ لأبركت الله بالنسبة للعجين وش نحتاجوه في ريسيبيون ديروزوش كيسانة الماء الكاس ليكون يرفض ١٢٠ مليتر وطبيعة الحال يكون الماء دافي ملاقة كبيرة السكر ملاقة كبيرة خميرة الخبز عندي علبة يورت ناتير ونخلطوا هاد المكونات كامل بالفويح فقط بالنسبة ليورت ناتير لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ من بعد لن نضيفه ربع كاس انتع زيت ناباتيس ونقدروا زيت زيتون كما تحبوا ونخلطوا هاد المكونات نزيدوا ملعقة صغيرة انتع ملح ونزيدوا نخلطوها جيدا ومن بعد لن نضيفه صفايا ونضيف الفارينة بالتدريج حتى تحصلوا على العجينة لتكون طريقة نوعا ما تتمسك شوية في اليدين أنا مبدأي ينضرزوش كيسان انتع فارينة مع ملعقة صغيرة تا خميرة كيميائية خميرة كيميائية رايفا كيولتاتيف تحبوا تديرو تحبوا ما تديروش يعني اختيارية ضفت لهنا زوش كيسان لولين نخلطوه بالفوي جيدا حتى نتحصلوا على قوام اللي يكون ليس بهذا النتيجة من بعد نزيدوا نكملوا نضيفوا الكووس المتبقية أنا صراحة نددت لي كل شكولج ددت لي خمس كيسان ونص انتع فارينة هذ الكاس اللي رفيد 220 مليلتر نفس الكاس اللي يلتبه الماء في البداية هو اللي يلتبه الماء العفوان الفارينة في الاخير اللي هنا حتى تحصلنا على عجينة كما قد تكون طريقة غطيتها وخليتها يضع في الحجم بالنسبة للحشو أنا الحشو أتاعي وجدرت جبت لهنا مقلة درت فيها شوية زيت حطيت حبت أبصل قطعتها شرائح وعندي نص دردجاج أيضا خطاتهم وربعة صغيرة كما ممكن تحشوها بالكبدة تحشوها بلافيون هذا يرجع لكم حتى تقدروا تحشوها بالطن تاع الزيت درت أيضا ثلسة نتاع الثوم وعندي أيضا كمية من المعد نوس أيضا زيت تعطيكم واحدة لإضافة للدجاج تاعكم بالنسبة للتوابل أنا درت لهنا شوية تاع ملح شوية فلفل أحمر حار شوية تاع فلفل لكحل ما تكترواش بزاف عندي أيضا كمية من زنجبيل كمية من توبل انتاع الشوارمة وشوية تاع الكركم ومبعد نخلطوا هاد المكوينات كامل مع بعض حتى ندخلو ذوك توابل مع هذك الدجاج ملح ومبعد نزيدو عصرة انتا ليمونة ولا نص عصير حبت ليمون أنا استعملت هذا اللي نشيره من بره حوالي نصف من العقل صغيرة سينوت قدروا تدلوا الخل كما تحبوا ومبعد خليت تعالى نرقل حتى يطبلنا هذك الدجاج لانا بالنسبة للعجين بعد ما اضعف الحجم تعود كما كنت شوني أستعنت بشوية فعالين لأنه العجين كانوا ينصقلي بزافي دية حاولت نقطعهم الى كوريات يكونوا متسويين في الحجم غطيتهم وهم كوريات خليتهم حوالي عشر دقائق ارتاحوا شوية ومبعد نديرو لنا نفتحوهم دائما بالاستعانة بالفارينة نديرو شوية فارينة في بلون دي ترافاي ونبدأوا نفتحو فيهم على شكل ضائري بهذه الطريقة منبعد لنا روح نجيبوا الفرماج أنا دائما نستعمل هذا تارتيليس للباتع السوداء راه موجود في السيوبيرات ندير كمية في الملعقة ونحاولو نمشيو هذاك الان ايطالي وهذاك الفرماج عن نصف تار الضائرة هذك تار العجين بهذه الطريقة يعني الشكل تار نتعلي صاندويتش تارنا جي كمال بورتفاي هذا هو الشكل منبعد نغلقو لي صاندويتش تارنا بهذه الطريقة نحاول نغلقو عليهم على الجوانب ونهزو العجين تارنا او صاندويتش تارنا ونحطوه في بلاتو اللي نكونوا فرشناه بورقة طهي بنفس الطريقة نكمل مع كامل العجينة انا هذة الكمية تاعي دارت لي حوالي 13 نحبه او 13 نصاندويتش يعني كمية لبس بها بحجم عائلي ما شاء الله بنفس الطريقة كما قلت لكم نكمل مع باقي العجين نفتحوا العجين تعنا دائرات تكون متوسطة في الحجم نقيطالي وشيو فرماج نغلقوها على الجوانب ونحطوهم اللي هنا كما كنت شو بعد ما وجدناهم حطونا في بلاتو راح نجيبوا سيربيت ونغطوهم ونخليهم يضعف الحجم تحم حوالي 10 دقائق ربع ساعة من بعد الهنا ديلكتر راح نفوتوهم الفرن على 180 دراجة نشعلونهم غير من تحت جويس نشوفهم تمفخوا وحمارهم من تحت راح نشعلونهم من الفوق ولكن قبل ما نشعلونهم من الفوق نعاودون نجيب دوهم وش راح نديرو عندي الهنا زوج صفار نتاع البيض خبطتهم مع شوية الحليب وراح ننأيطالي وعلى الوجه انتعلي صون دويتش تحنو حاولوا ما تكثروش بزاف البيض وما تضغطوش بزاف فعلي صون دويتش تاكم لانه الفوق ما هون مش طايبين من بعد الهنا وش حكمت حكمت لهنا حبها بصل صغيرة قطعتها ايضا شارع حتكون رقيقة انا استعملت هذا البصلة اللي لو انتحها جايبين نفساجي سنوضغطوا تديرو البيضة كما تحبو وعندي فرما جرابي انا دائما ايضا استعمل تارتيليس لكم تشوفو فيه في الشاشة لانبالاش توا اسود من بعد الهنا عاود ترجعتم شعلت لهم فقط من الفوق باش يتقرأت هنا هذك الفرماج ويحمرون اللي صون دويتش تحنو بالنسبة للصوص اللي راح نرفقها مع اللي صون دويتش تحنو وجدرت لهنا درتوا البيت عيوات ناتور كمية قليلة من اللاموطرد حاول اللاموطرد دروا كمية قليلة شوية من الفرماج وشوية من الهريسة هذا ما كان سيكونوا تقدرون تمام المايوناز كما تحبو هذك الكريمة اضفتها لدجاج تعيلي خليت وطب بعد ما خليت وطب طفيت عليه خليت ودفى شوية وضفت له هذك الكريمة نخلطوا مريح الدجاج تعنا مع هذك الكريمة دي وجدناها مع بعض ومبعد نروح نجيبوا لي صون دويتش تعنا من الفرن نشوفوا النتيجة تحنو جاو محمرين جاو طالعين ما شاء الله خفاف قطنيين ويتفتحوا يتفتحوا بكل سهولة يعني هذك الفرماج ما وش رح يخليهم يصقوا في بعضهم هذي هي النتيجة اللي هنا بالنسبة لحشو كما كنت شوفوا أنا وقدرت درت السلاطة درت الطماطم ودرت هذك الدجاج اللي درت له لصوص عندما تقدروا كما أقول لكم الكبدات تقدروا فيون ضاشيد ديروا طون طماطم ولا طون طماطم كما تحبو ديروا الماييس ديروا الفرماج ديروا مايوناز هذا يرجع لكم يعني كل واحد ووش عندو في البيت دائما نقول لكم الجود بالموجود أنا كان عندي طرف دجاج عندي شوية سلاطة شوية طماطم حشيت بهم دي ساندويش تاعي حتى تقدروا تديروا المرغاز يجوا بزاف بنان والشي اللي أعجبني في هذي ساندويش مكوناتهم بسيطة يعني بالنسبة للعجين مكوناتهم موجودة في كل بيت عليك فقط أنك تشري علبة علبة تاياورت ما كاشلي ما عندوش الخميرة ما عندوش الملح ما عندوش سكر كاشلي ما عندوش الزيت في الدار ما كاشلي ما عندوش الماء في الدار وانتو ما حضرتو هذ لساندويش خفاف قطنيين وديروا كما قلتكم كمية لبس بها يعني تاكلوا وتوكلي حجم عائلي ما شاء الله يدي لكم 13 ساندويش وكما قلتكم تقدروا تديهم معاكم سواء تعطيهم الأطفال كالومجا يديهم معهم للمدرسة تديرهم اللغداء والللاشا للعائلة تاعك ايضا تقدر تحبطيهم البحر لانه مازال موسم الصيف مازال سخون لحل شوية وهذه هي من اروع ما يكون حاجة خفيه فاض ريفة تقدروا حتى ترافقهم معاين سوب وكما قلتكم ديرهم من الغداء والللاشا وهذه هي النتجة رايي امامكم من اروع ما يكون يجيوا بزا فبنان فقط ما تكثروش لموطارد باش ما تغيرلكم شلقو تعد دجاجة شتاعكم وشوفوا لي صندويج تعنا كيفاش تجوب الالوان ايش هيو شاهدكم في الجنة اذا وصلنا نهاية هذا الفيديو ما تنسوا اجدعموني في الانستغرام يمكن تشوفي اسفل الشاشة اذا عجبتكم الفيديو تانا تانهالي وماليكم لاتكثر لهم اللي جام تكمنون وليس في الفيديو اذا عجبتكم قناتي معاليكم يدلو اشترا كلها ابنين وسبسكرايب تفعلوا وزر الدراس باش يوصلكم كل جديد بقناة اقول لكم شاهدكم بصحة اطلقوا في عدد اخر والسلام عليكم